قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإخماد 33 حريقا على مستوى 12 ولاية كما تواصل فرق الحماية المدنية رفقة المصالح المختصة لإخماد 19 حريقا عبر 10 ولايات هذا ويذكر أنه تم تجنيد حاليا إمكانيات مادية وبشرية تتمثل في 7500 عون حماية مدنية 490 شاحنة إخماد بالإضافة إلى 3 مروحيات هليكوبتر من المجموعة الجوية للحماية المدنية وخمس مروحيات للجيش الوطني الشعبي وكذا طريقتين طائرتين كندا من الاتحاد الأوروبي وطائرة إخماد اسبانية حيث قامت مروحية المجموعة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي خلال ذات الفترة بـ 122 عملية قدف للمياه بالإضافة إلى 82 عملية قدف للمياه لطائرتين كندا وتمانية عملية قطف للطائرة الإسبانية عبر ولايات قلمة البويرة تيزيوزو وولاية بجاية